nepolarathyroid glands. the barathyroid glands are pint shaped structures above the size of grain of rice weighing around 30 to 40 mg each. there are usually four of them with two on each side and they lie on the posterior surface of the thyroid gland. هاي المقدمة تقريبا تعريفية الباراثيرويد قلانت شكلها بين شيء الحجم مالت 30-40 ميلي جرام اللوكيشن مالتها هو يقول عدتهن 4 اثنيا على كل جهة وتقريبا صيروان هي بوستيريار سيرفيس クعukan مالتها هو الوظوات وكّم التلتقريبjack Bads اخفال效 انه سيق axis والمالتها مع الدوليX كم مالتها بالمالك بوستيريا مالتهاkan الملاحظة يقول عدتهن كفا بشكل لان مالتلاح الانفيريار تيرويد ارتري انترس اكو ثيرويد ارتري هو وين أبوف 1cm الانفيريار لور باراثيرويد دي ابوف 1cm بلوين ديس بوين يوجو ولي ارون الواربول هذا الموقع الثاني اكو واحدة ثمين يعني ثمين أبار وثمين لور سوبرير باراثيرويد ارمور ريرلي اكتوبك إذن وصير غير الاكتوبك ثمين انفيريار قلان حيث ترابلت شورتر ديستنس دوري امبريولوجيكال لايف حيث سوبرير باراثيرويد ها بين فاون از هاي اصده لفل افتيرويد كارتليج ان ايبين ان ذا لفل افتيرويد بون يقل لك هو ريرلي السوبرير ريرلي يصير اكتوبك يعني تلقاه خارج مكانه هاده بس اذا يصير ممكن يصير مسافه قصيره يبتعد وين اغلب شي على التيرويد كارتليج على الهيويد بون يقل لك هو ريرلي يصير اكتوبك واذا صار راو من المحتمل يعني يصير اكتوبك ثم المناتك ريرويد انتراثيرويد الانفيريار باراثيرويد انتراثيرويد انتراثيرويد على الاكس من ذاك السوبرير قناوين مسافه شورت دستانس هنا يصير من الجوة حتى البركارديوم يوصل انتراثيرويد 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 نتراثيرويد ايضا باستخدام كمع كالسيوم في القنون و لنسبة قنونة كالسيوم كذلك تحفظ عن نسبة القلسيوم وين؟ مو بس في الدم حتى في العظم كذلك الدنسية مات العظم و التيات مات العظم وين تقاها؟ حمز يعتمد على باراثيرويد غلان أيضا الباراثيرويد غلانة تكون الناس بسبب الهيرويد غلانة anatomically. they have no related function. انت شوف الباراثيرويد هي لاس قوين على الثيرويد بس هي ما لها علاقة بالفونكشن ما لها. اذا هي anatomically مرتبطة السوية بس فونكشنالي لا ما لها علاقة. not related infection. كالسيوم is the primary element which causes muscle to contract. يعني the muscle contraction علما يعتمد على الكالسيوم. كالسيوم level are also very important to the normal conduction of electrical current along the nerve. كذلك the conduction multi-nerve يعتمد علي من على الكالسيوم. now these two major functions of calcium help explain why people can get tingling sensation in their finger or crumbs in the muscles of their hand when the calcium level drop below the muscles. لذلك هاي الخاصية من نعرف من نعرف من الcontraction multi-muscle والconduction multi-nerve يعتمد على الكالسيوم. راح نعرف ليش الناس اللي صيرتها هبو النقصان بالكالسيوم وصيرتهم تنمو البديهم. او تشنجات الصيراتهم. الباراثيرويد هرمون has very powerful influence on the cell of the bone. which cause them to release their calcium into the bloodstream. إذن باراثيرويد هرمون إذا وصلوا وين للبون cells راح يسوينا شنوى release their calcium into the bloodstream. كالسيوم is the main structural component of the bone. نقيمنا الكالسيوم هو العنصر الأساسي وتكوين العظم. which give them their rigidity. under the presence of باراثيرويد هرمون. bones will give up their calcium in attempt to increase the blood level of calcium. لذلك من انت يصير ينفيز باراثيرويد هرمون. راح العظم شنوى يبدي وين يضطي الكالسيوم وين يضخاوي فرزيفر زوان البلد ستريم. is the blood level of calcium. under normal condition. نجازة إذا شخص كان طبيعي في نسبة الكالسيوم بالعظم تبقى كما هي نسبة طبيعية أو عاد. however the bones will continue to release their calcium into the blood at the rate which is the too high resulting in bone which have too little calcium. this condition called osteopenia and osteoporosis. بس يقيل لك شنو بعد. under the presence of the too much barathireoid هرمون. إذا الباراثيرويد هرمون بدأ ينفيز بكميات كلش كبيرة. the bones will continue. العظم شميه راح يستمر يضخل أو يفرز الكالسيوم وين بالدم. to release the care calcium into the blood at rate which is too high resulting in bone which is half too little calcium. ذلك العظم شميه راح يفقد الكالسيوم مالتي. لان يجي باراثيرويد بكميات عالية وهو يبدي يفرز الكالسيوم فتقل نسبة الكالسيوم وين بالعظم. هيا الحالة for several years مثلا. the boy they become يعني العظم they become brittle and much more prone to fracture. لبالك الدنسيتي مالتي العظم راح تقل يصير more reliable to infracture. يعني يصير كسر العظم سهل. another way in the barathireoid هرمون act to increase blood level of calcium. إذا نستقلنا باراثيرويد هرمون يشتغل على العظم. البون. سونا release the calcium into the stream. فقط لا أقول عنده وضيفة ثانية. الباراثيرويد هرمون act to increase blood level of calcium through the influences of the intestine. يروح يشتغل كذلك وين على الانتستين. under the presence of barathyroid هرمون the lining of the intestine become more efficient at absorbing calcium normally found in our diet. لذلك يقول لك من ينفرز الباراثيرويد هرمون راح وين يروح على الانتستين. يسوي لنا الانتستين إليها efficient absorbing. يقلها انتي الانتستين يمتصر شكل كالوس يوم عندك بالطعام اللي جاي يوصلش بالدايت. normal found in our diet. لذلك هزا وضيفتين عرفناها الباراثيرويد هرمون. هاي نور ماضي. الهايبر باراثيرويد اذا كان ينفرز الباراثيرويد هرمون بكميات كبيرة. يقل لك كبرايمري واكو سكندري. البرايمري شنو معناه والسكندري شنو معناه. نجلس. البرايمري هايبر باراثيرويدزم. برايمري هايبر باراثيرويدزم. is common endocrine disease. اذا هو common. مو رير. common. شاع. prevalence is highest among post menopausal women. post menopausal women. يعني بعد سن اليأس. اللي يصير عند النسوان. نسبتها جد واحد الى خمسمية. يعني كل خمسمية امرأة واحد بيه. يصاب بالبرايمري هايبر باراثيرويدزم. possibly being effective. most patients are identified by incidental finding of raised serum calcium during investigation for another كونش. انه هو ما تبدأ اعراض انت خاصة بس هو كي يسوي محتمال investigation لمرض عنده ثاني ففجأة incidental يعني. شون مفاجئ يعني. او شون ما متوقع او يسوي روتين examination ويفاجئة بالتحيلات عند الباراثيرويد تفلز كميات كبيرة. الباثولوجيكال فيتشارز. خمسة وثمانية بالمئة هايبر single بالباراثيرويد ادينوما. اذا عنده ادينوما. ورما عنده بالباراثيرويد. most of these tumor are small. less than واحد غرام. normal gland are ثلاثة الى خمسين. اذا ادينوما. اصير ورما وين بالباراثيرويد هرمون. وزينها واحد غرام. هاي خمسة وثمانية بالمئة. عشرة الى اخمسة عشرة الى اخمسة عشرة. لا ملت برقلاند. هايبر بيجي. سيتضخم On the same time,What can we mount on at the end? 9. 10. 12. 16. 16. 17. 18. 18. 19. 19. ممكن يصير يصير كانسر نسبته واحد بالمية اذا ناسا اكو سنجل باراثايرويد ادينومه ادينومه يصير بباراثايرويد واحدة اكلها ملتي ملتي قلاند يعني اكثر من غد من الباراثايرويد يصير بها تضخم خلال نسبته 15% والباراثايرويد كانسر نسبته اقل من واحد بالمية شن اللي سبتم الساين والسبتم اللي عنده بالهايبارباراثايرويد ماون سايكولوجيكال سايكاتريك سبتم ليثارجي ديبرست مون اذا شنون سايكاتريك نفسية يعني عنده تلقى دائما ليثارجي او ديبرست مون شوف انت اعراض ما تشوف انت ما تفكر بالباراثايرويد هرمون كلاسيكال يعني مثل ديبرست واحد مثل ان ديبرست مون واحد ديثارجي واحد ابداومنال بين واحد اندي كونستيبايشن بون اكس بلوكلايز ان لارج جوينت اصبح تلقى انت فين باللارج جوينت بعد شنو غيرها اه ستون كالسيون بايزد رينال ستون شوف عنده رينال ستون دائما تلقى عنده ستون ستون تطيح ستونة تجي ستونة تانية عنده اللارج جوينت فين عنده اصبايشن انت بده تفكر انت لاني كيني العداد مرشنو بوريورية بوريديبسية and نكتورية are also common features more than half of patients report no specific show no specific symptoms and accepted most of the symptoms as part of general getting older الليل عراقيد قل هو ألدر لمتر ان مريض وذن يمكن صغره عنده ثم أبتونيوب بيوريوية فلنسيباتيوية ثم الأعراف هم الممكن يصيرين هو الهايبر باراثيرويد الهايبر كالسيمياء ريسيس كان ناكراً بيوريوية باراثيرويد اكسبوك إسميه سيفير دياري ويوميوية ممكن يدخل بالهيبر كالسيمياء تم قام بيوريوية ثم السيفير دياري ممكن يدخل بيوريوية ممكن يأجب كالسيمياء ممكن يأجب كالسيمياء Diagnosis and investigation Serum Calcium is highly suggestive If unexplained But not diagnostic انت ممكن تتوقعها او هاي بس هي مو diagnostic الهايبر كالسيمي اشتقولها تحدي تلقى هايبر كالسيمي مو قلي شعب نشوف هايبر كالسيمي خلاص بعد يعني هايبر باراثايروزيزم لا Serum Barاثايروز هرمون Concentration In the presence of هايبر كالسيمي Confirm the diagnosis Phone, metastasis, braced, renal, thyroid, carcinoma Low Barاثايروزيزم لذلك انت شو تسوي بعد مشوف الهايبر كالسيمي تروح كذلك تسوي سيرم Barاثايروزيزم بخلص نسبة الهرمون مع ال Barاثايروز تشوفها عالية هذا هو اللي راح يسوي الهايبر كالسيمي مو هي الهايبر كالسيمي مو هي الهايبر كالسيمي الهايبر كالسيمي البعايروزيزم برايس رين التايروزيزم كارسيون مو هي بلو باراثايروزيزم تولات خمسين بالمية كذلك يعني ستوينه شنو اميجينج اميجينج للباراثايروز حتى الشخص صداقة يومار اكاديناومي حيبر بيجيك اللي راح يشوفوا بني التايروزيزم اميجين لتايروزيزم بليجيه تشيلها انت اكسيجين ستويل ما دام دي هادرشي لازم يشوفوا اقرسيف ريهادرشي يعني تطيييييه فلوزي عوبه كلش كمينة خواهي تبهرش كابي لرقايفي سوي لكانيو لاتميين تطييييه واحد لتر انفرس اوار فاردر اربعة لست اربع وشيني ساعه ماشي يعني بس عالو احلو له لتر واحد يعني من بطلين مغذي و اربع لستتة لتر تخلة لانفرس حيني ساعه لانه حدريهم نسوي لازم نحاول السر مزر لازم نتراقب اليورن مالتي ديوريهم نرى ديوريهم يرتفع ضغط مالتي انتر نور نواليز على الميدل والترقيسي المتحدة وانهيبر تلسيني مجرد الغيرانيس يتخافها ارتديب من أجل ممكن طيف روزاميت يعني لازكس مدررات حتى شن نفع المدررات اطلع الكراسيون مثل ميرون حتى يستوي انه يعيشون و الريهادرات مستوى الباميدورونيت الباميدورونيت يجب ان ينفع باراثيروديزم او الهيبر باراثيروديزم عندما ينفع باراثيروديكتومي ينفع بسبب ان ينفع المدررات حتى ينفع باراثيروديكتومي يقول لك هذا الباي فاسفينيت تتجنبه انت خاصة اذا كنت متوقع راح يسوي العملية وشيليه هذا العلاج راح يسوي ان امبير ايبولوسيتون مينتين نورمو كالسيوم راح يؤثر على نورمولايزيشن او كالسيوم اذا كنت تتجنب عندي السكندري هايبارباراثيروديزم هنا قلنا برايماري دي شا البرايماري يعني الكوز علاقة بنفس الغد يعني هايبارباراثيروديزم الكوز وين دورة الدورة هو نفسي تلك الباراثيروديزم سكندري إلى الميع لتجنب عن دورة حرمومات الغد في الباوروديزيزم سكندري هايبارباراثيروديزم يتعرف على الميع لتجنب عن دورة الحرمومات الغد في الباوروديزيزم In the response to the hypocalcemic and association hyperplasia of the gland This disorder is especially seen in patients with chronic kidney disease إذن هو excessive secretion of barathyroid hormone يعني barathyroid hormone شبه تلقاه مرتفع واضح بيضة barathyroid gland معروفة يعني barathyroid hormone من الجنة barathy gland In the response to the hypocalcemic تلقى شنو عندي تلقى عندها هايبوكالسيمي إذن هو شنو بالأساس أساس عندها هايبوكالسيمي من يصار هايبوكالسيمي راح يجي إشعار وين للباراثيرودي قلاند قلالها يا باراثيرودي قلاند أنا عندي نقص بالكالسيوم إفرزيلي هي في الفشيشنسو راح تسوي excessive secretion of barathyroid hormone best and associated with hyperplasia ما دام رايصير ضغط وشغلو خوايا على الباراثيرويد هرمون راح تصير هايبوكالسيمي this disorder is especially seen in patient with the chronic kidney failure أو chronic kidney disease خاصة نشوفها بال chronic kidney disease الساعة قلناكو راح ناخذنا disease سمونا man syndrome الملتبل اندوكراين نيوب لاجه اللي هو من مختصر الام والا والن familial اندوكراين disease constitute a group of rare condition إذن هو group مو ملب واحد rare condition familial syndrome are autosomal dominant بس هو شنو مو recessive لا dominant disease involving tumor of several endocrine gland insynchronous or metochronous bather clinical pathological feature multiple endocrine yubilegia type 1 إذن هسا نشي شنو هو إذن هو autosomal dominant هو رائر بس هو tumor يصير بأكثر من غده مثل endocrine أكثر من endocrine وعده أكو بيه type 1 و type 2 نجلسة type 1 يسمونها man 1 أول شي شنو شتلق عنده تلقى عنده barathyroid gland tumor هاي أول وحدة endocrine barathyroid gland 40 حمرا by age 40 95% have hypercalcemia واضح which is the communist manifestation تلقى عنده hypercalcemia نجي وراء بس hyperbarathyroid بانكرياتيك isolated cell tumor تلقى عنده tumor وين بالبانكرياس 30 إلى 75% بحيثاً مالتسنترق slow growing secreting multiple polypeptides insuline and gastrin gastrinoma lead to the Zollinger-Elsson syndrome recurrent and multiple riftic ulcer severe reflexes esophagitis and diarrhea rare tumor i-vipoma glyco 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 راح صير tumor راح تفرزينا gastrin وتفرزينا multiple secreted multiple polypeptides insuline and gastrin بعد شي يسوينا gastrin شي يسوينا gastrinoma يعني أكو gastrinoma غدة تفرزينا gastrin إذا زادت كميات كله يسوينا Zollinger-Elsson syndrome Zollinger-Elsson syndrome شنو هاي هاي recurrent and multiple piptic cancer شخص دائما يصير عندك قلحة تروح قلحة وترجع قلحة تروح قلحة وترجع قلحة ترجع قلحة تروح قلحة وترجع قلحة severe reflexes and diarrhea تنصف يصير عندك هاي الأعراض تفكر Zollinger-Elsson syndrome عندك Zollinger-Elsson syndrome ثم gastrinoma gastrinoma بعد rare tumor Tumor R-V-V-I-B Oma أو Glocalagonoma Oma و Somatostatinoma لأنه الأعراض يصير ذلك بالبنكرياس بعد النوع الثالث شنوه anterior pituitary tumor ذلك بالنسبين كرياس والباراثيرويد وصنى البتيوتري ذلك تختار 15% إلى 40% communist is pro-lactinoma إذن أكو هده tumor يفرز إلنا pro-lactin يسمونها pro-lactinoma rare are GH causes acromigally growth hormone or ICTH causes cushion disease secretion tumor وبحث إذن pituitary gland pituitary tumor أكو بيها pro-lactinoma أكو بيها لا تفرز إلنا growth hormone زائد يسمونها cromigally or ICTH cushion disease بعد النوع الرابع شنوه الكارسينويد tumor شنوه معنى الكارسينويد tumor thymus lung adrenal tumor lymphoma benylomas have also been reported to appear in main type 1 main gene encoded nuclear protein mineral and clea type 1 main type 1 main type 1 يسمون parathyroid and pituitary and carcinoids 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 thymus lung and carcinoids novel may ي and the calcitonin secreting parapollicular C-cell commonly multi-sylentric and bilaterally and appear on the background of the C-cell hyperplasia presented as unilateral or bilateral thyroid nodule within with or without associated cervical lymphadenopathy associated the secretion of the 50-calitosephäre diarrhea and then medullary thyroid carcinoma it will happen in the calcitonin or C-cell hyperplasia and it will happen in bilateral or unilateral nodule and associated with the lymphadenopathy it can be cervical or not it will happen under cervical lymphadenopathy the other one is the phyocromocytoma 50% C-primary hyperparathyroidism 15% let's find the main type 2A let's find the medullary thyroid carcinoma phyocromocytoma phyocromocytoma so where do we find the adrenal gland? let's find the adrenal gland why? why is the primary hyperparathyroidism 15% this is the main type 2A B is the 3rd and 1 the main type 2B is syndrome within the following feature medullary thyroid carcinoma phyocromocytoma 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 the main type 2B is associated with the mucosal neuroma and intestinal ganglionoma and characteristic facial appearance and the main type 2b is associated with the texcoma phyocromocytoma phy nosotiae reorgv reorgi kex polaris k green c r tout ترجمة نانسي قنقر